ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي دخل يومه السادس عشر إلى أكثر من ستمائة وعشرين شهيد وثلاثة ألاف وسبعمائة جريح وسجل اليوم السشهاد وإصابة عشرات المدنيين وطالت الغارات الصهيونية دور العبادة حيث تم تدمير ثلاثة مساجد في رفاح ودير البلاح وغزة كما قصفت العديد من المستشفيات في المقابل وصلت المقاومة قصفة الأبيب والمستوطنات بالصواريخ وقذاء في الهاون وأعلنت أن حصيلة قتل الاحتلال وصلت إلى 52 جنديا وصلت المقاومة تصديها للاشتياح السويوني لقطاع غزة وأعلنت كتائب القسام وصرايا القدس عن قصفة الأبيب والقدس بالصواريخ وأكدت بيانات المقاومة أنها قتلت 52 جنديا إسرائيليا بينهم كبار الضباط في اجتباكات مع مقاتليها وجها لوجه وقنست أحد عشر وضمرت 36 آلية عسكرية منذ بدء الحرب البرية مساء الخميس الماضي وبدوره اعترف الكيان الإسرائيلي بوقوع إصابات عديدة جراء سقوط صواريخ للمقاومة على تل أبيب وأقر باختفاء جندي كما سمح لأعلامه بنشر خبر مقتل جنديين من جيشه ليرتفع عدد قتل جيش الاحتلال بحسب اعترافه إلى 27 جنديا وأعلنت المقاومة مسؤوليتها في بيانات منفصلة عندما كنها من نصب قمائن محكمة للقوات السويونية الخاصة في مناطق التوغل المحدود جنوب وشمال قطاع غزة استخدمت خلالها العبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع إلى جانب عمليات الإسناد بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا وأكدت وقوع خسائر بشرية ومدية محققة لدى الاحتلال كما أعلنت القسام استهدافها لجرفتين عسكريتين إسرائيليتين شمالي قطاع غزة بعبوات أرضية وتدميرهم بالكامل وأشارت في بيان آخر إلى أنها فجرت عبوة شواض في دبابة مركافا شرق حي التفاح ما أدى إلى تدميرها بالكامل كما استهدفت دبابة مركافا أخرى شمال بيت حنون شمال القطاع بقذيفة أر بي جي كما أعلنت صراي القدس مسؤولية عن استهداف قوات سهيونية بصاروخي مالوتكا شمال ووسط قطاع غزة ويعد هذا النوع من الصواريخ لأول مرة تستخدمه المقاومة ضد العدو في تاريخ الصراع ترجمة نانسي قنقر